موسيقى طالبت وزارة الدفاع الأوكرانية ثلاثة طائرات نقل عسكرية من طراز AN-178 في أول طلب من نوعه منذ حصول البلاد على الاستقلال في عام 1991 وقد شارك الرئيس الأوكراني فولديمير زيلنسكي في توقيع عقد الشراكة بين شركة أنتونوف الحكومية ووزارة الدفاع الأوكرانية لتصنيع وتوريد ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز AN-178 وسيتم تسليم أول دفعة من الطائرات بعد انتهاء الاختبارات والاعتماد المخطط له في عام 2023 وقد أكد مصنع الطائرة أن هذه الطائرات الجديدة سيتم بناؤها من قبل مواطنين أوكرانيين باستخدام قطع أوكرانية من أجل المصالح الأوكرانية فقط كما أضاف خبراء أن إضافة شركاء دوليين عديدين في تصنيع الطائرة يبدأ اهتماما كبيرا بالطائرة لا سيما في المجال العسكرية وتعتبر طائرة الـ AN-178-100R أول طائرة نقل عسكرية أوكرانية بمحركات نفاثة والتي سوف تحل محل الـ AN-26 والتي تم تجهيزها بموجة بأمر حكومي لتصنيع ناقلات جوية للقوات المسلحة وقد تم توقيع عقد توريد للـ AN-178 مع عميل أجنبية وقد صممت الطائرة لنقل الأفراد والمعدات الخفيفة والبريد والبضائع وفي حالة الطوارئ يمكن استخدامها لإجلاء سكان من مناطق الكوارث ونقل جرح وإنزال فرق الإنقاذة ويمكن للطائرة الإقلاع والهبوط من مدارج غير معدة بشكل كامل وبإمكانها حمل 18 طن وأقصى سرعة لها 825 كيلو متر في الساعة والارتفاع الأقصى 12 كيلو متر والمدى 5000 كيلو متر كما أن الطائرة مجهزة بمحركين نفذين D-436-148FM تم تصنعهما من قبل شركتي OJSC Motorsage وSE Virginia Progress وتعد الـ AN-178 طائرة نقل عسكري متوسطة تتمتع بمدى قصيرة وقد تم طرح النموذج الأولي منها في كييف في السادس عشر من إبريل في عام 2015 وقد صممت أنتونوف AN-178 استنادا إلى طائرة أنتونوف AN-148-200 حيث يصنع هيكل الطائرة من سبائك الألمنيوم والمواد المركبة يتكامل جسم الطائرة شبه الأحادي التركيب سيمي مينوكي في سلاج مع مقطع عرضي دائري وديل على شكل حرفتية وهي تشتمل على معدات هبوط قابلة للصحب مع مجموعتين عجلات رئيسية تحت الهيكل في كل جانب بالإضافة إلى عجلة مزدوجة في المقدمة ويمكن تطوير منصة AN-178 الأساسية إلى عدد من الإصدارات المدنية والعسكرية ويتميز هيكل الطائرة AN-178 والمعدات الموجودة على متنها بتوحيدها مع طائرات الـ AN-148 والـ AN-158 ويمكن للطائرة أن تحمل 99 جنديا أو 80 من جنود المظلات أو إجلاء 70 جريحا ويمكن استخدامها في مجموعة من المهام بما في ذلك الدعم اللوجستي للقوات وقف البضائع بالمظلات أو فرق القوات الخاصة ونقل المركبات الخفيفة والمعدات وقد تم تجهيز طائرة AN-178 بإلكترونيات الطيران الرقمية وقمرة القيادة الزجاجية ويمكن للطائرة أن تطير في حركة جوية مكثفة في ظل ظروف التقص في قواعد الطيران الألي والمرئي خلال النهار والليلة كما يمكن للطائرة أن تقلع وتهبط على مدارج غير مماهدة وأسطحا مغطاة بالحصى وتتميز الطائرة بمقصورة شحن أكثر تساعا ومضغوطة بالكامل يمكن أن تحمل ما يصل إلى ثمانية عشر طنا من البضائع لأكثر من ألف كيلومتر وتبلغ سعة الحمولة على متن الطائرة عشر أطنان ويمكنها تحقيق مدى يزيد عن أربعة ألاف كيلومتر بهذه الحمولة تم اشتقاق تصميم الطائرة من طائرة الركاب ذات التسعين وتسعين مقعدا وقد زودت بهيكل جديد لمقدمة الطائرة وألواح لجناح ومجموعة ذيلة ومعظم العنظمة الأخرى الموجودة على متن الطائرة ومع ذلك تم إنشاء جسم الطائرة بقطر أكبر من ثلاثة فاصل ثلاثة متر إلى ثلاثة فاصل تسعة متر والذي عمل على زيادة مساحة مقصورة الشحن إلى اثنين فاصل خمس وسبعين متر فبصرف النظر عن هيكل الجناح والجزء الأمامي من الطائرة وقمرة القيادة ومعدات لبوطة فهناك زوج إضافي من العجلات الرئيسية الترادفية على كل جانب وقد ظهرت الطائرة لأول مرة في معرض باريس الجوي في عام 2015 وهناك تقارير تفيد بأن هذه الطائرة ستزود بأجنحات أطول وسيزيد وزن الإقلاع الأقصى إلى 56 طن وستستخدم الطائرات المستقبلية محركات توربوفان بقوة دفع تبلغ 9500 كيلوغرام على القدم وبالتالي فالمحركات المستقبلية قد تكون جيل الجديد من محركات ايفجينغو بروغرس اي اي 28 توربوفان وقد تم الإقرار بأن يتم تزويد النموذج الأولي AN-178 بمحرك D436-148FM الأقل قوة من مروحة مطورة والتي عززت الدفع على الإقلاع ليصل إلى 7800 كيلوغرام على القدم وبإمكان الAN-178 حملة 90 راكب أو 70 مظلية أو ثلاث مركبات دفع ربعية خفيفة كالهيم في الأمريكية أو حاويتي شحن عدد أفراد الطاقم شخصين تتسع لسبعين مظلية الطول 32.95 متر طول الأجنحة 28.84 متر ارتفاع طائرة 10.14 متر الوزن الأقصى لإقلاع طائرة 52400 كيلوغرام محركات الطائرة يزوج من محركات المروحية نفاثة من طراز بروغرام D436-148FM السرعة القصوى 990 كيلو متر في الساعة السرعة المعيارية 825 كيلو متر في الساعة المدى 4700 كيلو متر الارتفاع العملياتي 13 ألف متر اشتركوا في القناة